جبنا لكم اليوم حمص بطحينية بأسهل الطرق وبالمنزل كل رح نحتاجه كوبين من الحمص المسلوق ونصف كوب من عصير الليمون معلقة صغيرة من الكمون ومعلقتين صغار من الملح أربعة فصوص ثوم وثلاث أرباع كوب بطحينية رح نخلطهم كثير منيح مع بعض لحد ما يتجانسوا معانا منيح بعدين رح ننقلهم على إناء ننقلوا على الثلاجة من ساعتين لثلاث ساعات لحتى يبرد بعدين على صحن التقديم رح نفردهم بهاي الطريقة رح نستخدم بعديها الحمص المسلوق عشان نزين في الصحن والفلفل الحلو كمان والبكدونس ورح ندير عليهم كمان شوية زيت وألف ألف صحة وهنا ترجمة نانسي قنقر